اوكي طب خليني بدي اسأل كمان سؤال لهو طيب المؤمن انا وانت شو دورنا من موقفنا من شفاعة المسيح اشكر حضرتك لهذا السؤال يا اخي نظار الامر الاولاني شفاعة المسيح تقودني الى الاطمئنان والسلام ان مكانتي عند الاب لن تتغير مجدا ليك يا رب وان قيمتي في نظر الله ستستمر كما هي لاني في المسيح واطمئن ان شكوى الشيطان ضدي لن تنجح ولن يصمد لان هناك من يشفع لاجلي وهو الرب يسوع المسيح واقتبس ايه جات في رسالة يحنى الاولى اصحح اربعة اخ نظار حب اول ايه دية وعدد سبعتاشر يقول عن مكانتنا وقيمتنا قدام الله عدد سبعتاشر يقول لنا بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين لانه كما هو المسيح كما هو في السماء هكذا نحن ايضا في هذا العالم حسب ترتيب الاية صح يدين اطمئنان سأظل مضمونا ومحفوظا ومكرما لاجل شفاعة المسيح الامر التاني ايه موقفي او رد فعلي من شفاعة المسيح هذا يقودني عندما ازل واخطئ ان ارجع الى الرب لانه في روح القدس صحيح ببكتني صحيح وبيخليني احزن وفعلا الانسان اللي فيه روح الرب على طول بيتبكت وعاوز يرجع للرب عاوز يتوب للرب بدون شفيع لي طب وانا شعرفنا ربنا هيقبلني تاني واش ضمنني ان ربنا ممكن يقولي انا قبلتك وخلصتك زمان لكن ايه اللي خلك تغلط الغلطة ضيئة انت امشي طلع برة وجود المسيح شفيع لاجلي 24 7 يخليني اعرف ان من مرجع للقاب هيقبلني مزمور 32 يقول لنا قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي لذلك يصلي اليك كل تقي في كل وقت يجدك فيه ترجمة نانسي قنقر